صراحة إيه اللي فريق مع الزمالك؟ ليه الزمالك بالشكل ده مش بس مباراة براملز بتكلم عن مباراة الأخيرة كلها وتحديدا في ثلاث مباراة أقوية جدا بتكلم في براملز وفيوتشار والأهلي ثلاثة بيخرج منهم الزمالك بانتصار وهو يمر بظروف يعني مش طبعية ومش منطقية نتخلي فريق يبقى بطل أصلا يعني غيابات بالجملة أسماء كبيرة بترحل عن الفريق فترة تنقيد متوقفين كل الظروف تقريبا في وشك ولغم كده الزمالك يمكن فأفضل أحواله من سنين فاتت دي حقيقة يمكن في بداية التعاقد مع فريرا وهو اختياره عظيم ما حدش يقدر يعني ينتقده لكن الفريق ما ظهرتش بنفس الأداء اللي موجود عليه حالية وده بيبين ليه الرجل ده فأنا بتقال عليه البروفيسير يعني ده في رأيي فبداية الخطوة السليمة هو التعاقد مع فريرا ده رقم واحد عشان ندي كل الناس حقها برضو أعتقد أن أمير مرتضى عامل جمج جمج جدا جدا كمشرف عام على الكرة في أن طول عمرنا من وإحنا قبل ما ندخل المجال أو نتابع يعني يتقال لك إيه لو عايز تغطي نادي وسهل وتجيب أخبار هو نادي الزمالك ممكن تغطي نادي الزمالك وانت مش موجود في نادي الزمالك وطوله الكلام ده بيتقال يعني الوقت ده كان كلام وقائي وكان حقيقي يعني كان الناس تولها كنت عاد في البيت تغطي نادي الزمالك انت عايز كان دايما يلوموا علينا الناس اللي بتشارف الإعلام في الصحافة يقول لك هو أنت شمعنا بتتكلم على الزمالك أكتر هو أنت لي بتقول أخبار الزمالك أكتر وبتقول الأحداث اللي في الزمالك هي أكتر لاني تديلي متاح كنت دايما أقول يا جمال معنومة بتجيلي هي بتجيلي وأنا في البيت هي سهلة معنومة الكائد في الزمالك سهلة لكن لها طبعا الأمور المختلفة دي حقيقة دي دي النقطة التانية النقطة التالتة بالنسبة لي هي شكبالة ودوره خارج الملعب مش جوه الملعب جوه الملعب مش يقدر نكلم عليه ولو أننا زعلان جدا جدا نحاس شكبالة جي متأخر الموهبة دي واللعيب ده كان محتاج يعني إدارة أفضل إدارة لنفسه أفضل إدارة مشروع لعب إدارة نفسه لكن خلينا نتكلم من شكبالة تلوقتي أحد أهم عناصر تقلق الزمالك ولو فيه في رأيي فوز بالدوري السندي أو بلقب الدوري هيبقى هما التلاتة شكبالة بدوره خارج الملعب أكتر في الملعب ويجي في الملعب طبعا ملعب لا لغوا بار عليه في الملعب لغوا بار عليه في الملعب أنا بتكلم أنه مش ده شكبالة اللي مثلا شفنا له فيديو من كم سنة بيقول لي كابت حسن وخارج ما تلعبنيش ماشيني ندوغ وخبرة وخبرة تفرق كتير جدا جدا منعرف بزيء اللي أم الناس النهاردة النهاردة في لقطة في المباراة محمد نديم عواد بيقع بيقوم كابتن أيمن طاهر واقف واللي بيكلم محمد نديم وشكبالة يعني دي لقطة مهمة جدا جدا كابتن أيمن طاهر طبعا كيمة وقامة كبيرة ومدرب كويس جدا جدا وأعرف فهيكلم حارس ما بتاع بس أنا تخيلت أن اللحظة دي هي أقرب لحظة بين مدرب حراسة المرمى والحارس بتاعه لازم يبقوا في ظهر بعض ويتكلموا بعض في اللقطة دي وهو نازل من على الخط خلاص بيغير وهو تقريبا خلاص لبس التشيرت ونازل أنا متخيل في اللقطة دي هيبقى مين اللي جنبه تابتن أيمن طاهر فهنا لقدش كابتن فالموضوع ده ما يعديش أو ما مرض كده مرور الكرام والأمانة برضو يجي بعد كله اللي وفر المناخ ووفر الماديات اللي أعيب كرة مهمة جدا جدا والمكافئات ومضاعفة المكافئات في التوقيت ده مهم فييجي مجلس الإدارة طبعا صحيح